موسيقى السلام عليكم نائب مصري يطالب برحيل السيسي والبرنامان يتخذ إجراءات عاجلة ضده لم تكن مشتركا في القنف الشرك لتتواصل بشديد الأخبار العاجلة والحصرية حول مصر أهلا رئيس مجلس النواب في مصر علي عبد العادل تلقيه طلبا من 95 نائبا في المجلس بشأن إحالة النائب أحمد طنطوي إلى اللجنة القيم بسبب تصريحته عن الدولة المصرية ومؤسساتها وأكد عبد العادل اليوم الثلاثة أنه قام بالتوقيع على الطلب وإحالته لمكتب المجلس تمهيدا لاتخاذ إجراءات القانونية المنصوص عليها وشهدت الجرسة مطالبات من الأعضاء بضرورة إحالة طنطوي للقيم وتطبيق اللائح عليه حيث حرية الرأي والرأي الآخر مكفولة بحدود واضحة وهناك خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها وفق القانون خاصة أنها تصبح جريمة يعاقب عليها وكان النائب أحمد الطنطوي عضو مجلس النواب تحدث خلال فيديو مطول بثه على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أعلن فيه طرح مبادرة إصلاحية من خلال تقديم بطلب إلى رئيس المجلس علي عبد العادل بشأن تشكيل 12 لجنة برلمانية تستهدف إحالة حالة من الحوار الوطني حيال المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد ودع التنطوي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى مغادرة الحكم في عام 2022 والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة لا يترشح فيها التزاما منه بالتعاهد الذي قطع على نفسه مرارا بعدم الاستمرار في الحكم لأكثر من دورتين رئاسيتين وفي الأخير إذا أعجبكم الفيديو لا تسهل الإعجاب والاشتراك في القناة الفعلي